اشتركوا في القناة تضاف لسلسلة الانجازات التي حققتها الرياضة البحرينية في العام الحالي مؤكدا سموه ان الرياضة تعيش نهضة مزهرة بفضل رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله للرياضة وابنائه الرياضيين والذي كان له الفضل فيما تحقق من نتائج متميزة قادة البحرين لتكون في الطليعة وقال سموه ان مملكة البحرين تتشرف ان يكون لها ابناء مثلكم فما حققتموه من نتائج مشرفة ستكتب وتصبح صورا بل تصبح صورا خالدة ونعتز بهذا العطاء المستمر وبتضحياتكم الكبيرة فانتم عنوان متميز في سجل الرياضة البحرينية دعم القيادة الرشيدة دعم جلالة الملك الله يطول عمره دعم الوالد سموه رئيس الوزراء ودعم سموه ولي العهد ودعم سموه الشيخ ناصر سموه الشيخ خالد مثل ما قال اليوم سموه الشيخ خالد عن الدعم للرياضة والاهتمام بالرياضة الله الحمد اليوم شفنا هاللاعبين واللاعبات اللي حققوا النتائج زينا هذه كلها تصب للبحرين مصلحة البحرين والله الحمد البحرين دائما ولاد المواهب ودائما يعني النجازات تكون من صوبها فالحمد لله احنا نبارك حق اللاعبين واللاعبات في النجاز الطيب وان شاء الله انه هذي يستمر ان شاء الله وحنا متفائلين فيهم ان شاء الله في المسابقات الياي انه واصلوا على هالنجازات وحققونها مثل ما قال اليوم الشيخ خالد والشيخ ناصر عن عصر الذهب ان شاء الله هذي يتزامن مع المبادر الاطلاق اسمو الشيخ ناصر وحنا واثقين على اللاعبين واللاعبات ان يواصلون على نفس المسيرة ان شاء الله شهدنا قبل يومين استقبال سيدي جلالة الملك للرياضيين اصحاب الانجاز واليوم نشهد استقبال سمو الشيخ خالد لرئيساء الاتحادات والاجهزة الفنية والادارية التابعة لها اندل على شيء اندل على اهتمام القيادة بالمنظومة الرياضية ومثل ما احنا عارفين ان الانجاز يتكون من اللاعب الاداري الفني فهذه الامور تنعكس بالاجاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة